السلام عليكم إخواني وأخواتي في كل مكان ومرحبا بكم في دروس سعد في اللغة الإيطالية من مستوى صفر إلى متوسط درس اليوم سيكون على فعل يكون الفيربو إسري الدرس السابق كان على فعل كانه الفيربو أبيري الحالات هناك ثلاث حالات يجب التركيز عليها ويجب حفظها نبدأ بالبريزنتي الحاضر في وسط الصفحة تركيز على نطق الكلمات هذا الدرس لفعل يكون والدرس لنطق الكلمات أيضا حاول أن تعيد معي في الفيديو لاحب الفرق لأن نبدأ بالبريزنتي الحالات هناك حرف إي يعني ساي لُّ وي لُّ وي لُّ وي لُّ وي لِي لِي يعني hi ساَةِ لِي لِي الماضي لاحظوا أنني هناك سهم بالأسود يعني قمت بإعادة نفس الكلمات لاحظوا جيدا نفس الكلمات قمت بإعادتها يعني إذا حفظت يمكنك تصريف البساطو بسهولة أضفت فقط ستاتو 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 في المفرد والجمع ستاتي 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 ثلاثة يعني إيو صونو ستاتو هناك خط أحمر تحت أو وهناك حرف أ بالأسود لماذا؟ مثلا إيو صونو ستاتو يعني مذكر أو مؤنت نقول إيو صونو ستاتا يعني بحرف أ يعني أ أ أ مؤنت أو 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 مذكر ولكن في المفرد في المفرد نمر إلى الجمع نوي سيامو ستاتي عفك لإيو وي سيت ستاتي عفك لإيو لورو صونو ستاتي إي ونفس الشيء يعني إي جمع مذكر ولكن إذا كان جمع مؤنت سنعوضه بحرف أ يعني مؤنت يعني المؤنت في المفرد نضيف أ وفي الجمع نضيف أ نمر إلى الفتور يعني المستقبل دائما إيو تو لوي لي نوي ضوي لورو لاحظوا تعاد في الحالات يعني أنا أنت يعني يجب كتابتها في الأول كتابت كتابت في الحالات كاملة ماذا أضفت؟ قاعدة في الفتورو نطق الكلمات سثرة واعيد كاملة أنا راح كاملة لاحظوا لاحظوا سوت então الأشعار هل ست 십ي استعملت الألوان لتوضيح تصريف الفعل يكون الفرب بطريقة سهلة ويجب حفظ البرزنت ويمكنكم تصريف البصات بسهولة وتركيز على المذكر والمؤنت يعني أو مذكر أ مؤنت في المفرد إي مذكر في الجمع وإي يعني مؤنت في الجمع الفتورو يجب دائما إضافة الحروف بالأخضر بالنسبة لهذا الترس يجب إعادته لمرتين أو ثلاث مرات لتتضح الرؤية وللمزيد سنقوم في المستقبل إن شاء الله يعني في فيديويات جديدة بتصريف الأفعال وستكون الرؤية واضحة في هذا المشكل وشكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر